قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين تحديد سقوف سعرية لمادة لحوم الدجاج شاملة ضريبة المبيعات كحد أعلى ليتم التنافس دونه اعتبارا من هذا اليوم وحسب القرار تم تحديد السقوف السعرية لسعر الجملة للكيلوغرام للدجاج الطازج عند دينارين وللمستهلك عند دينارين وثلاثين قرشا فيما تم تحديد السقف لدجاج نتفات بدينار وستين قرشا وللمستهلك بدينار وثمانين قرشا للكيلوغرام وجاء القرار بالتنسيق مع لجنة الزراعة والمياه النيابية استنادا إلى الصلاحيات المفوضة لوزير الصناعة والتجارة والتموين بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في عام 2011 بتحديد أسعار السلاع في حال وجود اختلالات سعرية ومغالات في الأسعار أبدأ مواطنون تخوفهم من ارتفاع بعض أسعار السلاع الغذائية والرمضانية خلال شهر رمضان المبارك في ظل زيادة الإقبال على الشراء التفاصيل في هذا التقرير قبل يوم من شهر رمضان المبارك كاميرا رؤية رصدات أسعار المواد الغذائية في الأسواق الشعبية وأراء المواطنين الذين أكدوا أن الأسعار تناسب قدراتهم الشرائية رغم أن فئة من المواطنين متخوفة من ارتفاع الأسعار قريبا الله الحمد لله الأسعار الكويسة الأسعار الكويسة هي على الأرض الواقع هاي 5 درين و 85 كرش و 75 حليبي 3 بليرة جيبنا بنص ليرة يعني أسعار مناسبة متلولة للجميع اللهي كي غالي الأسعار مناسبة ممتازة والكل بقدر يجيبها نار يا حبيبي نار يعني لأول مرة شايف أنه قلبي بارتعش لعبد الحليم اللي لما كيلو التمر وكيلو غير وغيراته بست ليرات بقول لك هاي لحمة ميكي لنا يعني فيه تفاوت هيك و هيك بس اللي بقدر أني يعني أقول أنه سهل يوصل لأيد المواطن صر غالي لغاية هلا يعني الأمور السعادية بس الله أعلم كمان شو يزيرة يشو يصير فيهم يعني ترى ما حسب المسحوبات هلا إذا بلشوا الناس الزحمة خلص الله يعطينا العافية بعدين ويبقى السلوك الشرائي من قبل المواطنين يعطي بعض التجاري إذنا برفع الأسعار خصوصا في بداية الشهر الفضيل بسبب التهافت على شراء كميات كبيرة من الطعام ما يؤدي إلى رفع أسعارها بحجة زيادة الطلب رغم توفر الكميات الكبيرة من كافة السلع الغذائية والرمضانية ليلة خالد رؤيا حدد البنك المركزي الأردني دوام عمل البنوك وبورصة عمان وتداول بالسوق المالي خلال شهر رمضان المبارك وبموجب قرار البنك المركزي يكون دوام البنوك من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى ساعة الثالثة بعد الظهر للبنوك المرخصة ويبدأ التعامل مع الجمهور من الساعة العشرة صباحا وحتى الثانية والنصف بعد الظهر أما بورصة عمان فقررت تعديل أوقات الدوام الرسمي فيها بحيث يبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى ساعة الثالثة من بعد الظهر كما عدلت أوقات التداول لتصبح من العشرة والنصف وحتى ساعة الحادية عشر لمرحلة ما قبل الابتتاح أما مرحلة التداول المستمر فتبدأ من الساعة الحدية عشر وحتى الواحدة بعض الظهر وذلك لأسواق الأسهم والسندات وحقوق الاكتتاب عبرت القطاعات الاقتصادية عن تخوفها من مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل عام 2018 لأثره السلبية على كافة القطاعات ورفضها التهم لتجاهل الحكومة للقطاع الخاص عند إعداد مشروع هذا القانون جاء ذلك خلال لقاء حواري نظمته غرفة تجارة الأردن بين كافة مكونات القطاعات الاقتصادية للتحور والتباحث في مشروع القانون والخروج بتوصيات وأكد المشاركون وجود عبء ضريبي بسبب ارتفاع نسب الضرائب غير المباشرة بشكل كبير مستغربين من قول الحكومة أن تعديل قانون ضريبة الدخل هو لتحقيق العدالة الضريبية وزيادة مساهمة ضريبة الدخل في الإيرادات المحلية بدون توضيح ما هو المقصود بالعدالة الضريبية وكيفية تطبيقها وبدون إجراء أي دراسة لأثر هذا التعديل على القوى الشرائية للمواطنين أو على دخلهم هناك تخوف وأنا أكرر تخوف من البنود الواردة في العقوبات على سبيل المثال الإقرار الضريبي بطريقة تقديمه العديد من البنود يجب البحث فيها ولكن لا أستطيع اليوم أن أتحدث عن البنود بوجهة نظر ثابتة إلا أن نستمع إلى أصحاب الخبرة وأن نستمع إلى الاقتصاديين وأن نتحاور ونتشاور لنخرج بتوصية واحدة نعتقد أن القطاع الصناعي سيكون أكبر متضررين في هذا القانون لأن الرفع سيكون من 14% إلى 20% بالبيئة ومتزامناً مع إلغاء أرباح الصادرات يعني كنت أول أول لما صدر بلد ما بفلسفة أنه لم تستهلك في الأردن أنا جبت عملات صعبة إلى آخر تشجيع التصدير كانت أرباح الصادرات معفاة من ضريب الدخل الآن لما أحكي أنا بدي أحط عليها ضريب الدخل وفي ظل ارتفاع الكلف على القطاع الصناعي يعني راح تأدي إلى مقدان ميزة مهمة جداً في جلب المستثمرين أعلنت وزيرة السياحة والأثار أن قطاع السياحة استعاد كامل نشاطه حيث أظهرت المؤشرات السياحية نمواً خلال الثلث الأول من هذا العام ووفقاً لبيان الوزارة فقد ارتفع الدخل السياحي خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي إلى مليون ومئة وأربعة وستين ألف دينار وبنسبة 11.8% مقارنة عن ذات الفترة من العام الماضي أما عدد السياح فقد ارتفع خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة تصل إلى 8.7% ليصل إلى مليون وستمائة ألف سائح فيما ارتفع عدد سياح المبيت إلى 8.15% وعدد سياح المجموعات السياحية ارتفع بنسبة 27.6% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي أما أعدد زوار المواقع السياحية فبينت الوزارة في بيانها أنها سجلت نمواً بنسب قياسية في جميع المواقع أعلن وزير الزراعة خلال لقائه مزارعي محافظة إربد خفض أجوه رشي المبيدات بنسبة 50% لتصبح ديناراً لكل ساعة وذلك ضمن خطة وزارة الزراعة لدعم قطاع المزارعين والإنتاج الزراعي وقال الوزير إن الوزارة تعي التحديات التي تواجه القطاع الزراعي منذ قرابة السبع سنوات حيث اتخذت إجراءة لحماية القطاع من المنتجات المستوردة نظراً لأن أي إنتاج محلي يحقق ما بين 50 إلى 60% من الاكتفاء الذاتي فإن الوزارة تتكفل بحمايته من المنتجات المستوردة وفي معرض رد الوزير على مقترحات المزارعين قال إن هناك توجهاً لإنشاء صندوق تكافل للمزارعين لينعكس إجاباً على القطاع في حال حدوث أي مخاطر أو أزمات مشيراً إلى أنه تمت إعادة الإرشاد الزراعي إلى إدارة الوزارة تحديات للتواجه العاملين في الانتاج الحقلي سواء القمح أو الشعير أو الانتاج المرتبط بالنباتات العطرية والطبية والعصفر والكينوى هناك حقيقة تركيز على القيمة المضافة أيضاً للمنتج الزراعي وهناك منتجات جديدة ستدخل للقطاع الزراعي وهذه ستعمل على نقلة نوعية في القيمة المضافة للقطاع الزراعي والمنتج بشكل عام نحن بالنسبة خاصة باللواء الطيبة من عاني لمرين من عاني لمرين بالنسبة للزراعة خدمات من وزارة الزراعة ما فيش ما بتقدمناش أسعار ميتة تكاليف باهضة علينا هناك نحن نتعرض لمواسم القمح أنه ما بساعدونا بالبذار الأسبدة لدينا غالية المستوردة من عاني من هذه المشكلة لدينا كمسيون بالحسبة غالية 11% بأخذ النسبة سجلت أسعار النفط خفاضا في جلسة تداول اليوم بلغ 78 دولارا و22 سنة البرميل وهي قريبة من أعلى مستوياتها منذ شهر تشرين الثاني لعام 2014 وجاءت تراجع أسعار النفط وسط مؤشرات على تخمة المعروض رغم التخفيضات الراهنة في الإنتاج التي تطبقها منظمة البلدان المصادرة للبترول فيما قالت منظمة أوبيك أن المستويات التي وصلت إليها أسعار النفط هي تفرة قصيرة الأمد مدفوعة بعوامل جيو سياسية وليس بنقص في المعروض وهو ما اعتبره مراقبون مؤشرا على أن المنظمة لن تتعجل بإعادة النظر في اتفاقها لخفض الإنتاج يبدأ داينو اليونان عقد اجتماعات جديدة مع المسؤولين اليونانيين لإنهاء الأمور العالقة في برنامج الإصلاحات وذلك مع قرب انتهاء خطة الإنقاذ الثالثة والأخيرة بحلول شهر أب وزراء مالية مجموعة اليورو سيعقدون في 21 من حزيران المقبل اجتماعا لاتخاذ قرار بخصوص إنهاء البرنامج في حين سينصب تركيز الدائنين خلال اجتماعات ينفي أثناء على الإشراف بالالتزام المالي لليونان وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية إن الحكومة ترغب في التواصل لاتفاق في حزيران لخروج نظيف من البرنامج لا تصاحبه تسهيلات ائتمانية احترازية وتأمل اليونان التي تم إنقاذها ثلاث مرات تأمل في الحصول على مزيد من تخفيف ديون دائنها من خلال خيارات تشمل مواعيد استحقق أطول وتجميد سعر الفائدة شكرا